استقبل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وزير الموارد المائية هاني سويلم في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه وخلال اللقاء أكد سويلم حرص مصر على خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفع المتبادلة مع العراق ما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في النمو والازدهار مشيرا لوجود خبرات مصرية متميزة في مجالات الري والحماية من أخطار السيول التي يمكن لمصر مشاركتها مع الأخوة في العراق وهو ما لقى ترحيبا من الرئيس العراقي